ولنقاش آخر المستجدات حول التظاهرات في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الباحث السياسي الدكتور مثنى عبدالله أهلا بكم دكتور مرحبا إلى أي مدى سيصدق الرأي العام العراقي والعربي حملة التشويه السياسي والإعلامي الحكومي ضد المتظاهرين السلميين في العراق يعني بداية لو نظرنا إلى الفئة العمرية في الحقيقة للشباب الانتفاضة العراقية نجد بأن هذه الفئة العمرية محددة ما بين 16 إلى أبعد من العشرين وهذا في الحقيقة من مواسطات هذه الفئة العمرية هي الاندفاعة لكننا لو نظر هذه التظاهرات لمدة شهر أكثر من شهر لم تظهر فيها أي ظاهر سلبية يعني لم يستعمل المتظاهرين أي سلوب يمكن أن يؤدي الآخرين أو يؤدي إلى تخريب الممتلكات العامة والخاصة لكن هذا العامل الجديد الذي ظهر اليوم دليل على أنه هناك طرف آخر يحاول جر التظاهرات إلى ما يريده هو إلى ما مخطط لها في الحقيقة ونعلم جيدا بأن هذه التظاهرات هي ظهرت من ما كانوا يتدعي الحكومة بأنها الحاضنة الشعبية يعني لو نظرنا إلى كل الأحزاب السياسية في العراق كانت تفتخر بأن الحاضنة الشعبية لها هي المحافظات بغداد والمحافظات الجنوبية عندما انطلقت التظاهرات من رحم هذه الحاضنة كما يدعونهم إذن هي إحراج كبير لهذه السلطات وبالتالي أصبح تشويه وشيطنة هذه التظاهرات هو مهمة أساسية إحدى المهام الأساسية للسلطات الحاكمة اليوم لذلك رأينا كيف أنه تداولت القنوات الحزبية الحكومية والميليشياوية بصورة مكررة أزيد من ما هو متعارف عليه في موضوعة فيديو عن إلقاء بعض الأشخاص المجهولين لتنابل مولوتوف على بناية ما ثم ظهر عامل آخر ليلة أمس عندما حصل حريق في عمارة التأمين القريبة من ساحة الخلانين هذا دليل على أنه هناك اتجاه لحرف هذه التظاهرات ولا تشويها وبالتالي ألصاق بعض التهم بهذه التظاهرات تمهيدا لمرحلة عادمة وهي فض هذه التظاهرات الحديث عن هذه النقطة تحديدا فض التظاهرات إلى أي مدى تظن أن سيكون هذه الحملة هي مجرد تمهيد كما تفضلتم ومقدمة لمزيد من القمع والبطش ضد الشباب المتظاهر يعني في بداية انطلاقة التظاهرات سمعنا بأن هناك اتباك سياسي في الحقيقة لم تظهر هناك صفات غير طبيعية على هذه التظاهرات لم يطلق أحد من وحتى رئيس الوزراء تعامل معها بهدوء لكننا لاحظنا جيدا لو قارننا خطاب رئيس الوزراء الأول والثاني مع تصريحاته التالية نجد بأن هناك تحول في الخطاب لتمت هرم السلطة السياسية هذا التحول في الخطاب بالحقيقة جاء نتيجة عوامل داخلية أحرجت الحكومة العراقية لأن هؤلاء الشباب هم الذين كانوا تظاهروا بسلمية وحافظوا على الممتلكات العامة والخاططينة فترة شهر إذن هناك عامل جديد ظهر اليوم هذا العامل في الحقيقة يؤكد ما تناقلته الكثير من المصادر الإعلامية والكثير من المنظمات الدولية على أن الحكومة العراقية تحاول جاهدة قطع نفس هذه التظاهرات وبالتالي حتى لو نظرنا إلى تصريحات المرشد الأعلى في إيران وتصريحات رئيس البرلمان الإيراني نجد بأنه كان هناك تجاه عام وشامل على أن هذه التظاهرات وصفهم بأنهم عملاء للولايات المتحدة وإسرائيل وبالتالي هذه فتوى سياسية وفتوى دينية على الميليشيات وعلى الأحزاب التي تطلد هذا المرشد الأعلى على يهفظ هذه التظاهرات نعم دكتور حملة تشويه الثورة والشباب الذي خرج في هذه الاعتصامات والتظاهرات هل يعني ذلك أن هذه الحملة تأتي بعد فشل الخيار الأمني لقمع وإجهاد هذه الثورة؟ يعني أنا أعتقد بأن هذا التحول الجديد وهو الصاق التهم بالمتلاهرين بحرق دواهر أو تهديد منتلكات عامة وخاصة في الحقيقة هو مرحلة سابقة للتحرك الأمني أنا أعتقد بأن هناك تحرك الأمني سوف يتم خلال الأيام القادمة لأنه ببساطة أصبحت هذه التظاهرات محرجة لهذه السلطات التي كانت تدعي على الدوام بأنها سلطة ديمقراطية ومنتخبة وجاءت من أجل رفع المظلومية وغيرها من هذه الشعارات الفصالة هذا إحراج كبير لها وبالتالي هي تحاول أن تستعيد المبادرة بعد أن فقدت المبادرة في الحقيقة لمدة شهر كامل السلطات كلها كانت في حالة ارتباك سياسي كبير وفقدت المبادرة حتى ردود فعلها تجاه المتظاهرين كانت متعارضة لو نظرنا إلى الطيف السياسي بعض الطيف يحاول التوصل إلى صيغة حل مع المتظاهرين آخر يتهمهم بأنهم عملاء وآخر يدعو إلى ضرورة فر هذه التظاهرات هناك اتجاه جديد في الحقيقة هو أنا أعتقد سوف تلحقه اتجاهات أخرى في الجانب الأمني خصوصا الحديث أيضا عن ردود الفعل يقودنا للتساؤل عن ردود فعل المواطنين في باقي المحافظات هل سيتأثرون بمحاولة تشويه هذه الثورة ويخرجون أكثر يعني في الحقيقة الزخم الشبابي والزخم الثوري في المحافظات هو مكمل للزخم الموجود في بغداد والرمزية الموجودة في ساحة التحريض أنا أعتقد بأنه الحراك في الجنوب اتخذ شكلا آخر في الحقيقة يعني هناك تقريبا شبه فصل ما بين الإسلوب الذي تعتمده التظاهرات في بغداد والإسلوب الذي تعتمده التظاهرات في المحافظات الجنوبية في بغداد يحافظ المتظاهرين على موضوعة الرمزية في الحقيقة وحتى رمزية المكان في ساحة التحرير وأطلاق أسماء تشير إلى رمزية في الدين الإسلامي إلى البناية التي يتمركزون فيها وبالتالي في المحافظات الجنوبية في الحقيقة هناك اتجاه نعام يتساوى مع الظلم الكبير الذي ستتعرض له المحافظات الجنوبية يعني الحراك الشعبي في المحافظات الجنوبية يأخذ شكلا أشف الحقيقة من باقي الأماكن لطبيعة المنطقة العلاقات الاجتماعية ولطبيعة الظلم الكبير الواقع في المحافظات الجنوبية خصوصا شكرا جزيلا لكم البحث السياسي دكتور مثنى عبدالله كنتم معنا عبر الهاتف من بغداد ترجمة نانسي قنقر